هل إحنا كمصريين لدينا طبيعة خاصة مبنية إلى حد كبير على نوع الأكل اللي بنأكله وطريقة الطبخ اللي بنطبخ به؟ يعني إحنا كشعب عندنا فيه أمور معينة فيها وقواصم مشتركة ما بين الناس؟ أه طبعا إحنا كمصريين بنحب أول أكله ونحب الفتة والمسبك والحاجات دي كلها والمسقع والحاجات والأكل الشوارع ده بينتج عليه أكسادة أكسادة الجسم بتعملي طلب في الخلايا أكيد فمحتاجة أن أنا أدعم بمضادة أكسادة أعتقد أن قلب مولتي فيتمن أقوى المكملات الغذائية اللي بتدعملي جدا الأكسادة أنا عندي حاجتين كمضادة أكسادة عندي فيتامين سي والأهم من فيتامين سي و فيتامين إي عشان نحاول نعادل لو إحنا بشوية بناكل الأكل ده يمكن عملوا دراسات على اليابانين اليابانين يعني يعيشوا عمر أطول رفيعين على طول الأمراض ما بتجلهمش بسرعة لأنه هو طبيعة أكلهم غير طبيعة أكلنا خالص كل أكلهم صحي حتى لتلاقي في المطعم ما بيحطوا الحلويات بالنسبة لهم فكهة فلازم يعني أكيد أننا بقول أن احنا ندعم بالأكل الصحي ولا غنى عن قلب مالتي فيت قلب مالتي فيت كل مرة أقول مرخص من هيئة سلامة الغذاء موجود في السيدليات وياريت نحفظ شكل العلبة لأن احنا ما عندناش بدائل لقلب مالتي فيت يمكن قلب مالتي فيت يعني أنا ليه بقول عليه مختلف قلب مالتي فيت فيت فيتامينات معادن كتيرة بنسب كويسة جدا زي عندي فيتامين سي داخل قلب مالتي فيت معنا كده هدعم المناعة هدعم الطاقة هدعم نشاطي وهدعم شكل بشرتي وعظمي عندي فيتامين إي كأنتي أكسيد أنت عندي فيتامين بي كومبليكس بكل أنواع من واحد واثنين وثلاثة وخمسة وستة وسبعة وتسعة واثناشر كل مشتقات فيتامين بي مهمة لصحة أعصابنا للجهاز الهضمي لصحة الرؤية عندي الكالسيا مهمة قوي تدعيم العظم بالكالسيا وعندي زينك الزينك مهم جدا للمناعة وتحسين الخصوبة للرجال وعندي النحاس النحاس مهم جدا 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 فكل الفيتامين والمانرالز دول المانرالز موجودين داخل قلب مالتي فيت وكل مرة أقول مرخص من هيئة سلامة الغذاء بقالي بتاع خمس دا عايزة أسألك سؤاله ومكسوف معاك سؤال يكون أعبط من أنه يتسئل بس أنا فعلا معرفش التفصيلة دي هو كلمة أكسادة احنا قلنا مضاد للأكسادة وأنتي أكسادة بنستخدم المسترح ده كتير قوي هي الأكسادة أصلا اللي هي ايه أكسادة أكسيديشن دي حاجات احنا بنعملها يوميا سواء التدخين بأكساد الأكل كذا عدم النوم الأكسادة دي بيأنتج عنها ايه ضرر بيأنتج عنها؟ بيطلع حاجة اسمها خلايا حرة مالهاش مستقبلات في الجسم خلايا بتمشي تدمرني الخلايا أنا بسمي الأكسادة موت بالبطيء وأكيد لو أنا مثلا ما بقولش مثلا أكل صحي يعني بتلاقي أي حد بيخش في قصة الأكسادة التقدم في العمر قريدي بيأكسد الشمس التعرض للشمس من غير ما استخدم مواقع الشمس بتاعي بيأكسد في الفترات الطويلة يعني عندك الأكل اللي غير صحي بيأكسد والأكسادة بتطلع اللي بتزود للالتهابات فلازم أدعم والتدخين طبعا فلازم أدعم بأنتي أكسدن عندي داخل قلب مولتي فيت فيتامين ها وفيتامين سي فيتامين اي و سي الاتنين دول أنتي أكسدنس هايلين الحقيقة